اليوم سأشارككم 10 أخطاء تتفايدوهم لكي تستطيعون أن تساعدكم في رحلتكم وفي اللايف ستايل طغيرات بسيطة لكن ستفرق معك انا ريم احب اشكر المتابعاتي لكي تفرقتوا علي اليوم احب كمان اذا كنت جديدة تشتركي معناة الوحدة من عالتنا اقدم فيديوهات كل 2 و 4 و 10 رقم واحد بتكلي وغلط دايما خليك عارفة ان في عالم الفتنس 80% نظام غذائي 20% رياضة ده فعلا صحيح يعني 80% والهي النسبة الاعلى هو نظام غذائنا وخلينا عارفين ان رياضة اللي هي 20% هتساعدك تحصلي على الجسم الجميل وتعملي ريشة بك مجدود وصحي كمان وصحة قلبك وجسمك من جوه لكن كمان النظام الغذائي هو اللي هيوصلك لهدفك وهو ان انت تنزلي في الوزن فخليك عارفة ده كويس رقم اثنين بتلعابي كارديو كتير او بتلعابي كارديو باس الكارديو كويس وبيحرق الدهون لكن هو بحرق الاثنين دهون وعضلات فانت محتاجة تدخلي اوزان او تلعابي مقاومة وتقدر تروح الجم او في البيت كمان مفيش اي مشكلة لكن محتاجة تمنع عضلات ومن تجربة الشخصية العضلات بتمنع من التراهب بتصد الجسم وتخلي الجسم شكله حلو وكمان بتحرقي وانت قاعدة بدون تتحركي بعد ما تخلص الرياضة كمان في المستقبل بص شوية المستقبل لان انت لما تبني عضلات جسمك يقعد معاك فترة طويلة مشدود وحلو ويبقى شكله شباب لفترة اطول فترة تبتدى دلوقتي تلعابي الى اثنين فأي سن كنتي لكن ابتدد دلوقتي ده هيساعدك كتير في المرحلة الجاية رقم ثلاثة لا تشرب مية كفاية لازم تبقي عارفة ان المية مهمة جدا لكذا سبب اول حاجة لو بتعاني من وزن ثابت ودائما بتقول انا باكل صاحب بلعب رياوض اعمل كل حاجة لكن وزن ثابت فيها حاجة اسمها وزن مية او احتباس المية وبيعاني منها معظم الاراضيين حتى لعنهم خبرة وده بسبب كذا حاجة منها الاملاح وكذا عامل لكن خلينا في الحل السهل اللي متاح لكل حد اللي ممكن يتعامل بدون اي حسابات اشربك مية كفاية عشان تترضي كل السموم وكل الفضلات الموجودة في الجسم بالتالي الوزن بتاعك يبتدي ينزل على الميزان وشكل الجسم يتغير ونفيش نفخة الرجل نفخة عند الرقبة كل ده من وزن المية فاتأكدي ان المية كمان بتاعتك ان انت تهضم بشكل صحي فبالتالي تحرقي بشكل صحي وافضل وعملية الايد بتاعتك تشتغل بشكل ثلث وصحي وبسهولة فوقف الفيديو دلوقتي رحي هاتي كباية مية وارجعي شغال الفيديو وكملي فرج علي عشان تبقي تفرجت علي وفي نفت الوقت ملتي جسمك بالمية وعشان تبقي صحي اكتر والخطأ الرابع مش بتاكل كفاية بتجواع جسمك لما بتجواع جسمك وهنا اسأل نفسك كم مرة جربت الجيم وجوعتي واكتقبتي ومعفتش تنامي ولا تعمل اي حامل كتر الجوع طب هل انت نجحتي لو انت كنت نجحتي ما كنتش هنا في الانترنت او في اليوتيوب بتدوري على حلول فاكيد لا ببساطة لان جسمك بيتمسك بالاكل اللي بتدخليه لانك بتدخلي سعرات قليلة جدا وجسمي مش بيغذي الجسم بيملاب الحاجات المغذية او الاكل المغذي بيتمسك بي قوي بيخزنه على شكل دهون وسكر فبالتالي ما بيحرقش ابدا ومع الوقت الموضوع ده بيتبقى كتلة بيبقى صعب جدا يتحرج فعلشان كده لازم تغيري العادة دي اول حاجة اتأكدي انك بتاكلي كفاية من كل المواد الغذائية ومن كل جلوب في الاكل علشان عملية الايد او اللي هي اللي بتاعد على الحرق تمشي بثلاسة وبسهولة زي المرور كده ما بيمشي بسهولة لما بيكون الاشارات ومحدش بيعمل اي مخالفات حتى لو زحمة الناس ماشية بثلاسة هو كده الجسم حتى لو مليان اكل مليان اكل مغزي ودعمية الايد كويسة كل حاجة هتمشي بثلاسة فتأكدتك الكفاية من اكلك لكن ما تفرطيش برضه في الاكل الخطأ الخامس انت مش بتسمع الجسم يعني ايه على سبيل المثال فيه فريقين وهو الفريق الاول بيقولك افطاري عشان الفطار كويس بيدي طاقة بيساعدك على الحرق وعملية الايد تشتغل اول النهار والجسم ما يجعش وهكذا زي الكلام اللي سمعته قبل كده وده فعلا صح لانها ابحاث تعملت على الناس حقيقيين وفعلا الابحاث الحقيقية وفعلا كلام مظبوط الفريق التاني بيقولك الكلام ده مش مظبوط او الكلام ده مش ضروري يعني ان اكل فطار عشان يحصل حملية الحرق بدليل ان احنا حتى في رمضان والبحثات تلعت جديدة ان الصيام وهو الصيام متقطع من الصيام الاصل اللي نعمله اللي هو بتسمي عدد ساعات وعدد ساعات معينة التكلي فيها وده بيساعد على الحرق فعلا الفرقين صح من تجربة الشخصية لكن ازاي انا بسمع الجسمي او ازاي ان انا مسمعش الجسمي مسمعش الجسمي او الخطر اللي بتسمعيش الجسمك ان انت لما حد يقولك لازم تفتري وتتغذي وتتعاشي بتكلي وخلاص لكن لازم تسمعي الجسمك ان انت لما تكوني شبعانة ما تكليش لو صحيتي شبعانة ما تفتريش لو صحيتي جعانة افتري وده اللي انا بعمله انا لما بصحى جعانة بفتر فطار كويس على حسب جوعي لما بصحى مش جعانة مش بفتر وباخر الفطار على قد مقدر فكل واحد على حسب ولازم تعرفي ان كل يوم انت مزاي بعض حتى انت وشهيتك مش مزاي بعض في ايام بنبقى فيها جعانين اوي وفي ايام لا طيب على سبيل المثال في ايام بنبقى بين البنين مش شبعانين اوي ومش جعانين اوي لكن محتاجين ناكل ناخد طاقة وفي نفس الوقت مش جعانة اللي هو هاكل وقبة كبيرة مش لازم تكلي وقبة الفطار تكون كبيرة اول عاشق اول غدا لو انت مش جعانة اوي لكن محتاجة شوية طاقة كده تتمدك حاجة كده تزوء اجزاء صغيرة يعني على سبيل المثال ممكن على الفطار مستعجلين لدينا ناكل وقت ناكل وفي نفس الوقت جعانين ممكن لديكم موزة مكسرات قربة زبادي على شوية فكهة كوباية سموذي كل الحاجات دي تمثل الفطار الفطار مش عبارة عن وقبة كبيرة لكن ممكن تبقى وقبة صغيرة تدينينا الطاقة والغذاء اللي الجسم نعاوزه ولو مش جعانين مش لازم خطأ السادس سعرات فاضية احيانا بناخد حاجات على الفاضي ولا هي بتسلينا وتدينا سعادة كاذبة مثل حاجات مليانة سكر ابيض كتير وعصائر وحاجات فاضية ولا هي بتشبعنا بالعكس بتخلينا اكتر جعانين العصائر المشروبات رغازية اكتر نحن ممكن نستبدلها بعصائر صحية او بسموذي السموذي مفيد جدا وانتو لو متابعيني من زمان عارفين اكيد ان انا بحب السموذي جدا في حياتي لكن كمان السموذي مليان الالياف مليان معادن وفيتامينات هتغز جسمي وتزودني بالطاقة فلازم لما اخذ سعرات كل حاجات فيها سعرات حتى الحاجات الصحية لكن لما اخذ حاجات فيها سعرات تبقى السعرات تزيف لي مش تاخد مني فدي حاجة مهمة اضطوها في اعتبارك وده يساعدك كتير السابع وهو انك بتاكل كتير كتير مننا بيعملوا هو مش واخد بالك انصح تتعلمي عن الكمية في كل جروب من الاكل نشوية وبروتين ودهون ازاي تكليها بطريقة معتدلة في اكلك كتير ممكن تكوني بتدخلي حاجات مش عارف ان انت بتدخليها في اليوم وتعد عليك سعرات وتفرق معاك من 500 سعرات ل700 سعرات عن احتياجك وده فعلا هيثبتلك وزنك ومش هيخصصك ولا كيلو كمان عن تجربة شخصية خذي فكرة عن عدد السعرات مفيش مشكلة وتعلمي ازاي تعد السعرات لاني ممكن تبقي فكرة ان فيه حاجات سعراتها قليلة لكن هي سعراتها كتير لكن عن تجربتي انا بطلت عدد سعرات لان ده بيعمل نور من الحواس ان كل حاجة بقول كام 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 ومش ببص لفايدة الحاجة وزين انا اكل صحيح وعن تجربة الشخصية كمان ان الموضوع ده كام لولدين وحياتي وعملية ولايف ستايل عموما مش بيناسب ان انا اعدي السعرات في كل حاجة فده نصيحتي ليكي لو الموضوع ده عملك استرس او ضغط نفسي حاول اجربي ان انت تجربي طريقة تانية تكلي بها الصحي بدون ما تعدي السعرات بطريقة مبالغ فيها وده اللي انا كنت بعمله ولكن الحمد ربطلت وتعلمت اكل بطريقة تانية الاهم من عدد السعرات تعلمي عن الكمية المناسبة وهي حاجة هتساعدك وعلى سبيل المثال ازاي المطاعم ومش بتكلم على المطاعم الامريكي المطاعم الاوروبية وهي البورشن ازاي بقدموا البورشن لما بنبص اللي بيعملوا كورس من الاكل اللي هو ازاي مقبلات والوجبة الاساسية وبعد كده التحلية او الديزيرت ازاي التلاتة بيقدموهم وساعدنا نقول كده كلنا بنقول ان الكمية دي بتبقى ليلة قوي بس من شكل الطبق عشان بيقدموا شكل طبق كده والطبق بيقفاضي ويحطوا حاجة في النص لكن لو تعرفي ان هذا صحيح جدا الكمية دي مناسبة جدا جدا للفرد وابدا عمره ما هتسبب له بدانة عشان كده الاوروبيين مش بيعانوا من بدانة زي الامريكان او زي المجتمع العربي فاستخدمي حاجات كتير ممكن تعلمك نقطة واحد هي طريقة الايد اقري عنها ويعرفي ان كل جروب من الاكل زي نشوياته بروتين والدهون ممكن تعرفي بمقياس الايد وبالتالي ده هيساعدك كتير الحال الثاني هو تكلف طبق صغير عن الطبق الكبير الطبق الصغير نفسيا لما بتحبت فيه كمية من الاكل المناسبة لك بتديك ايه خلاص اي حق ان انت شبعتي جدا جدا حتى لو انت لسه جعانة عن الطبق الكبير لو حطت فيه نفس الكمية وفيه فضة بتحسس ان انت جعانة وتقومي تغريفي تاني فدي حاجة سيكولوجية وحاجة نفسية النقطة الثالثة تعلمي طبقك يبقى ازاي وشكله ازاي ودي الصورة اللي حطتها لك وتأكدي ان الوجبة الطبق تبقى نصه سلطة او خضروات اي ان كان ترقتها مضبوخة او سلطة زي خضروات ناية 20% نشويات زي اللي في الصورة 30% بروتين الطبق ده صورته لما تلزق فيه مخك هيساعدك جبنة في العظمات في البلفي المفتوح في الشغل في اي حاجة في المصيب في الحفلات في الافراح يساعدك ان انت تكلي بالطريقة دي وابدا ما تخافيش من زيات الوز او كسر الدايت اللي انت عاملاها الخطأ الثامن ان بتدواري على الحل السريع بتحاول الدواري على دايت كيتو فيجان لقايمات نباتي وهكذا انا من دجرة الشخصية انا جربت كل حاجة دايت البطاطس البيض الخضروات اكيد طبعا سمعتوا عن الموضوع ده لكن دي فترة صغيرة مش لايف ستايل طيب انت لو انت ماشي على نظام ده فترة طويلة ومبسوطة اوكي دم نسبك ودم رياحك ومخليك سعيدة ماشي مفيش اي مشكلة لكن لو انت ماشي على نظام ده وانت مش سعيدة اي فاديت من انت تخسي وانت تعيسها يعني الواحد مش بيخس عشان يبقى تعيس باكيد الواحد عاوز يخس عشان يبقى سعيد وصحي فكري فيها بالطريقة دي وكلمة الدايت نفسها بتنرفزني لانها حتى تحت ان احنا نحط علامة معينة ونتوقع منه نتيجة سريعة مع ان الدايت في حد ذاته معناها الدايت اكل معين ومفروض انه بطريقة صحية لكن على سبيل المثال فيه كثير من مشاهير وللاسف فيه ملايين بيتابعوهم اه بيخسوا لكن النتيجة ما بتكونش صحة يعني على سبيل المثال رجيم 3 ايام مخصرة 5 كيلو في اليوم تعالوا نشوفوا الفطار قهوة او شاي دون سكر او سكر دايت زائد نصف غريب فروت زائد قطعة خبز كامل مع ملعقة صغيرة مفهمتش اي حاجة الى غداء نصف غريب التونة مصفاة قهوة وشاي بدون سكر معقول اهل عشاء 100 جرام لحم زائد حبة بطاطا اكيد كثير منكم جربت رجيمات زائد كده لكن النتيجة بيعانهم من وش رفية ووش بهتان مفيش نظارة مفيش كده كل اللي سألوني ان احنا بنخس لكن وشينا بهتان وشينا بيخس مفيش نظارة عشان انتو مش بتعملوا الدايت صحي الدايت الصحي مفلود يعمل معاكو العكس يخلي وشيكم نور من جوه يخلي بشوتكم نورة من جوه بدون اي حاجة يخليكو عندوكو طاقة غير عادية كل الكلام دا اكيد طبعا مش بقولكو ان انتو هتبقوا سوبر وومن او سوبر مهن لكن اكيد طبعا هيساعدنا بالتدريج باللايف ستايل فدايما الاكل الصحي والدايت الصحي هو اللي بتديه جسمكو اللي محتاجه مش بتاخده من جسمكو طاقتو وكل حاجة منه العاشر والاخير وهو عدم التخطيط اكتر بمعنى ايه مش معقولة يعني اقولك وسط كل مجوليك الحياة وصعوباتها خططتي وعملي انجازات اكيد كلنا خططنا واكيد انت خططتي وعملتي ورسمتي بتصحي تاني يوم الصبح كل التخطيط اللي انت عملتيه راح او بعد يومين بيروح اي ان كان لكن هقولك على تفاصيل بسيطة ممكن تساعدك في يومك تخليك اكتر منجزة في الدايت بتاعك وفي نظامك انت تقدر تخصي اي ان كان هدفك بطريقة اسهل مش هقولك بقى عملي ونظمي وعملي اكل او كده لكن لو انت عندك اطفال زي مجهولة كل واحد اللي طلب اكيد كل الكلام ده مش ينفع لكن دايما حاجة فيها عمليها خطوات اول حاجة املي تلكتك واملي بيتك بالخضروات والفاكهة والحاجات الصحية حاول ابعادي عن البيت الحاجات الرغير الصحية لانها هتكون بالنسبة لك صعب ساعتا انت وصل لها فبالتالي هتكلي الصحي بنسبة كبيرة حاولي حضري اكتر بمعنى هذه الخضروات ودامة جيبيها اخسريها وقطعيها وخليها الجهزة للأكل على طول حطيها فعلا زي الجذر اعملي صوابع والخيار والقص والطماطم كل حاجات دي اضطعيها وحطيها فعلا ستقعد معاك اعتقد من 4 ال5 ايام في التلاجة والتفاح فصصي حتى العنب والفرق اللي اخسريها جهز اكرك وحطيه فعلا عشان يبقى سهل جدا اتبخي مثلا الرز لو انت عندك في البيت مش بيأكل الرز بني وانت بتحب الرز بني اعمل الرز بني لمدة يومين 3 شريف في التلاجة ده هي ساعة الكتير اكيد انا مش بقرنب ما بينهما بين الطازة لكن اكيد وراحة ما اقدرش ياخد كل حاجة بس على الاقل ان احنا بناكل صحي وبناكل رز وبناكل حاجة اللي احنا بنحبها طيب كمان فيه حاجات كتانية ممكن تعمليها زي تربيل الفراخ تعملي الكفتة تعملي اكل الجهازيهم بهاريهم او 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 في التلاجة علشان احنا وقت ما بنجوع واحنا عادة بنكون يومنا مجهول بناخد اي حاجة قدامنا بدلا ما تكون يجعانا وتكلي اي حاجة قدامك لا تلاقي الحاجة جاهزة في التلاجة متقطعة تغذيها على طول قدامك على معدتك على طول بدون ما تقعد تشيل اهم في التحضير تقولي ما عنديش وقت فدي حاجات هتساعدك لو انتي ما عندكيش كمان وقت خالص ومجهولة اكتر تقدر تحضري اكلك بالاسبوع وتشيله في التلاجة او في الفريزر مستوي والتخديه معاك في اللانش بوكس او في شغلك حاول يكون اكلك مش كتير برا حاول يكون اكتر في البيت لكن اكيد مش بقولك متاكليش برا لكن حاول نوع ما بين الاثنين يكون 80% اكلك من البيت و 20% اكلك من البيت ده يساعدك كتير بكل خطتك شكرا لكم يارب تكونوا استفادتوا اعملوا الشيئ لان كل يستفيه تابعوني على الفيسبوك انستجرام اكيد تابعوني على اليوتيوب كل اثنين واربع وقمع شكرا لكم اشتركوا في القناة